ملتفت اعتبر ان دي نوع من عدم التقدير انت بتقول لي حاجة زي كده انت اللي قلت هذا الكلام يا دكتور عامر انت قلت هذا الكلام في الاعلان التجاري في الاران التجاري معروف تاني انت رجعتين للقضايا الشخصية مش قضايا شخصية مش هدلها علاقة بالروحانيات بدون مدخل في حاجة فوهمت خطأ خليني اقول لك اخي قلت صحيح لي صحيح لي الفهم الخاطئ مش عايز حاجة من حد مش عايز حاجة من حد لكن لكن كون ان يكون فيه اعلان عشان استطيع ان انا اصرف على الشغل اللي انا بعمله ولا ارتزق منه لازم اعمل لازم كنت تقدر استطيع عشان اصرف كون ان حصل خطأ واجد ان يحصل خطأ بس وين الخطأ هنا يا دكتور عمر بس وين الخطأ انت كمان كداعي وكمسألة روحانية انت تقول ستجعل صلاة الترويح وقيام الليل احلى الخطأ في استياد الاخطاء الخطأ في استياد الاخطاء لكن خليني اقول لك اخ خالد اخ خالد اخ خالد يعني لو واحد اكل مثلا لحمة او سمك او واحد ما تعشى ونام جوعان او كان زاهد هذا بتأثر علاقته مع الله خليني اقول لك اخ خالد اخ خالد اخ خالد ما تودنيش في مناطق مش مفيد ان انت تتكلمني فيها انا بكلمك في فك وانت بتكلمني في اعلان لما تكلمني في اعلان هقولك الاعلان اتفهم غلط واتحط غلط وكان فيه غلط ويا سيدي انا غلط شكرا لكم فشكرا لكم شكرا